از ماذا صديقي? لو انت صديقي بتعاني من بتعاني من هو أعتقد من ؟ ليس فاكر حيث انت qua make it out انت هو贝Ar and you are not afraid ولكن انت كان عندك مشكلة انا افعل الحلقة عشانها وايISS هو وانت اعتقد فاكر هو انا ممن فاكر ولكن انت ارد翼 انت المشكل المد pakai tą اعتقد ان بين الأجتيруي لو انت فاكر التو longitude ولكن passadoت تراح الحلقة للنهاية انا طريق صادق وانت منظرني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم فيديو جديد معكم طارق صادق بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيه فما تبخلش علي باللائك الحلو بتاعك وكمان تسبسكرايب النسيان يا صديقي مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها ناس كتير و النسيان هنا مقصودش بيه النسيان المرض اللي هو انت عندك زهايمر وبتنسى حاجات كتير بتكلم عن تركيزك القليل و ان انت بتنسى الموعيد و ان انت بتكي تزاكر تلاقي المعلومات بالطير و ان انت زاكرتك يا صديقي بقت ولا الممر اللي اتنين جيجا ففي حالة النهاردة جاي اقولك على ثمان نصايح لو عملتهم هتقدر تقوي الزاكرة بتاعتك بنسبة كبيرة جدا وبنسبة كبيرة ان شاء الله هتبطل او هتقلل نسيان شوية و يلا بينا ندخل على اول خطوة معنا اول خطوة صديقي تقدر تعملها عشان تبدأ تقوي الزاكرة بتاعتك هو انك بتبدأ تعمل تدريبات عقلية كل فترة صديقي ابدأ اعمل تدريبات عقلية بتزود من التركيز بتاعك و ابدأ اختبر الزاكرة بتاعتك وتجدد المعلومات اللي في دماغك لان الموضوع ده بيفرق اجامد جدا جدا لان الدماغ لو اتعودت ان انا كل شوية بدخل اسألها فهي هتتعود انها لازم تجاوب كل ما جاء اسألها لازم تجاوب لكن لو حسست الدماغ ان انت لا رياحي بقى ساعة وساعتين ويوم ويومين مش هسألك عن اي حاجة هي بتبدأ تنسى المعلومة لكن لو كل شوية بدأ تجدد المعلومة وابدأ اختبر تركيز الزاكرة بتاعتي هلاقي الزاكرة بتاعتي بتبدأ من نفسها تبقى في الفورمة كده فانت ممكن تجيب شوية الغاز او تجيب العاب زهنية او تجيب العاب زهنية مش لازم يعني حاجة معاك في قد الوقع ممكن تجيبها من علامات جر بلاي ادخل علامات جر بلاي وكتب العاب زهنية هتلاقي العاب كتير جدا كل يوم نص ساعة او ساعة ابدأ درب عقلك والعب الالعاب دي هتلاقيها بتفرق جامد جدا 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 وهتبدأ تلاحظ الموضوع ازاي بفرق معاك والزلزة الكرة بتاعتك بات انشط بكتير لانك ما بقتش مريحة يا صديقي انت بقيت دايما بتختبرها ودايما بتدربها زي بالزبط لاعب نازل يلعب ماتش ما ينفعش ينزل كده على طول لازم بقى بيسخن وبيتدرب وبيشتغل على نفسه عشان لما ينزل الماتش يقدر يقدي احسن اداء فانت دلوقتي لما تدرب العقل بتاعك لما يجي بقى وقت الجد وتحتاج منه ان هو يفتكر حاجة هيقدر يفتكرها يا صديقي لانه في الفورمة ثاني حاجة صديقي هو النوم ازاي صديقي عايز ذكرتك وتركيزك يكونوا كويسين وانت مش بتنام كفايتك ازاي بتطبقلي باليوم واليومين وفي بعد كده بتقول هو انا ليه مش مركز ازاي ما قضيها قهوة وكفيين يا صديقي وبتقول هو انا تركيزي بيروح فين انت حرفينا صديقي ضاغط على اعصابك وضاغط على مخك ومسكه كده عمال تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه لغاية ما يعيني عايز يطلع يسرخلك لازم يا صديقي تنام كفايتك وتنام عدد ساعات يخلي جسمك مرتاح لان النوم يا صديقي بيساعد جدا في الزاكرة وبيساعد جدا في التركيز وفراحة بدنك وجسمك ولما جسمك هيرتاح صديقي مخك هيرتاح فذاكرتك وتركيزك هيرتاحه بشكل كبير جدا فهتلاقي منهم اداء احسن فلو انت نومك دلوقتي مش مزبط ابدأ زبط نومك لو مش بتنام عدد ساعات كفاية ابدأ نام عدد ساعات كفاية وزبط اليوم بتاعك وزبط النوم بتاعك واعمل ادارة للوقت بتاعك بحيث انك ما تراكمش حاجات كتير فتضطر تصهر تالت حاجة صديقي هي التغذية السليمة كلنا عارفين يا صديقي ان العقل السليم في الجسم السليم فلو انت بوصلي جسمك ده بلت نوم زي ما احنا قلنا او باكل اي كلام وفاست فود ومفيش ولا اخدار ولا فجأة بدخلوا جسمك فجسمك نفسه صديقي مش هيبقى متأهب ولا جاهز فبالتالي عقلك وتركيزك ومخك مش هيبقوا في فرموتهم خالص ومش هيبقوا بيدولك احسن اداء عندهم اطلاقا يعني تخيل كده ان انت جايب عربية مرسيدس واخر موديل وحاجة كده 2023 وحاجة جامد ساروخ يا صديقي وانت بتحط لها بنزين 80 ده بالضبط اللي انت بتعمله في دماغك يا صديقي دماغك ده نعمة كبيرة من ربنا فيها قدرات الكمبيوتر والعلم اللي احنا بتشوفه النهاردة بيعجز قصاد قدراتنا العقلية فليه انت تجيب مخك اللي هو بيمثل العربية المرسيدس دي وتقعد تحط لها بنزين 80 اللي هو الاكل الاي كلام والفاست فود ما تحط لها حاجة نظيفة يا صديقي لازم يا صديقي الاكل بتاعك يكون بيحتوي على زيوت ومعادن وفيتامينات كل يا صديقي خضار وكل فاكهة وسمك ومكسرات رياضة برضه يا صديقي هتكون عن الجسم لان الجسم السليم في العقل السليم فهتلاقي نصيح كدير قوي في حالة النهاردة عن الجسم فرابع نصيحة يا صديقي انك لازم تمارس رياضة الرياضة يا صديقي شيء صحي جدا لجسمك ولدماغك لان الرياضة بتساعد على تدفق الدم للمخ بشكل سليم وبشكل صحي ورايق وراسي وحلو كده وزي السكينة في الحلوة زي ما بيقولوا والرياضة كمان بتقدر تقوي وظائف الدماغ فانت لما تبقى يا صديقي خامل وقاعد ومش بتتحرك انت كده بتدمر جسمك وبتخلي الدم بيمشي للدماغ بصعوبة فالدماغ الدم ده لو موصلش للدماغك انت فيش ذاكرة أصلا مفيش تركيز مفيش اي افكار أصلا يا صديقي فمارس رياضة يا صديقي مارس رياضة عشان خطري مارس رياضة بالله عليك مش بقولك روح اعمل اشتراك جيمه اه 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 طول اليوم يعني اتمشى كل يوم ربع ساعة صديقي اعمل اي رياضة انزل اعمل عشرة بطن وعشرة عقلة وعشرة ضغطة كل يوم اتمشى لك ربع ساعة وفي الاخر اعمل نط الحب اعمل اي رياضة صديقة بسيطة يعني مشي جسمك بس خمس نصيحة يا صديقي ابتعد خالص عن التوتر التوتر يا صديقي والضغوطات النفسية عمل سيء جدا جدا لو ظهر فظاكرتك وتركيزك بيروحوا في دهية علشان كده صديقي ممكن تبقى انتم ذاكر المعلومة كويس واول ما تدخل في الامتحان انت بتتحط في ضغط نفسي فزي ما بنقول كده المعلومة تبخرت انت مبقتش لقيها صديقي فحاول صديقي تبعد نفسك عن اي ضغوطات نفسية وعن اي توتر وحاول على طول كده تتدرب على انك تاخد النفس الصحيح العميق كده علشان دخول الهوى اللي جلقتين بيساعد الجسم ان هو يكون هادي وراسي وجميل خالص كده فكل يوم صدي حاول تبقى اهدى حاول تبقى عن التوتر والضغوطات النفسية هتلاقي الزاكرة بتاعتك بدأت تتحسن هتلاقي التركيز بتاعك بدأ يزيد سادس حاجة صديقي لو انت مثلا محتاج التركيز ده والزاكرة دي عشان المذاكرة بتاعتك يبقى انت محتاج تستخدم تقنيات المذاكرة الفعالة يعني وانت بتذاكرة صديقي استخدم رموز الرموز دي انت بترمز ليها اللي معلومة كبيرة جدا فانت اول ما بتشوف رمز ده بتفتكر كل المعلومة كلها اربط المذاكرة بتاعتك صديقي باحدا� يومية زي مثلا في الكيميا هتلاقي عندك حاجة اسمها لخليك فانت مثلا تربطها بكلمة خليك في حالك وهكذا صديقي انا بجملك دلوقتي مسال عشوائي وسريع جدا وصغير جدا ايه سنت بقى على حياتك تعرف ده عامل زي ايه صديقي زي الجا والجتة والزا والزاة والحاجات اللي كنا بناخدها في رياضة دي كنت تلاقي دايما المدرس في اغلب المدارس وفي اغلب الاماكن كان بيقول لك كل جميلة زريفة جالها عريس فانت كل جا ميلا جا تها عارف انت لا جا جا تها زريف الحاجات دي كان دايما المدرسين بيعملو لو انت كان المدرس بتاعك بشرحالك كده انزل دلوقتي اكتبالي في التعليقات تقول لي انا كان المدرس بتاعك بشرحالي كده لان بجد 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 انا عايز اعرف المدرس بتاعه هل هو بس اللي كان بيعمل كده ولا كانت كل كل جميلة زريفة جا تها عريس وكانت ساعة بيقول جا تها نيلة يعني برضو في نفس الوقت الحوال ده صديق المدرس مش بيبقى اصل ان هو يلا يلا نضحك ونهزر هو بيحاول بيربطها لك برمو وحاجات فعالة لما انت تحطها في الماغك اسهل بكتير من المعلومة الجامدة الصعبة دي سابع حاجة صديقي الزم دايما التكرار والمراجعة وطبعا دي نقطة مش محتاجة منها نتكلم كتير انت اكيد عايز تقوي ذكرتك وتقوي التركيز بتاعك راجع كتير وكرر المعلومة كتير يعني التكرار بيكلم التكرار ايه التكرار بيعلم الشطار كنا دايما بناخرنا كده في اعدالي او سنة وتقريبا ثامن واخر حاجة صديقي لو انت عايز تقوي التركيز بتاعك والذاكرة بتاعتك اقرأ داي يا صديقي واستمع كتير لو انت رحت حضارة المحاضرة بتاعتك حاول تستمع للدكتور بتاعك على قد ما تقدر بحيث ان انت لما ترجع البيت وتبدأ تذاكر وترجع المعلومة دي هتبدأ تفتكر كلام الدكتور فالمعلومة بتثبت في دماغك اكبر يا صديقي واكتر يا صديقي وانك تقرأ معلومة مرة واثنين وثلاثة واربعة ده بيساعد جدا في تثبيت المعلومة دي في دماغك فالقراءة الكتير والاستماع الجيد صديقي من العوامل الكبيرة جدا اللي بتساعد على تثبيت المعلوم عندك وعدم نسيانة وبس كده صديقي دي كانت تمن نقاط بحاول اساعدك فيها انك تعلم من التركيز بتاعك وتساعد الذاكرة بتاعتك ان هي تكون احسن بكتير اتمنى تكون الحلقة لطيفة ومفيدة وخفيفة عليكم ولو انت لسه مكمل الحلقة الغاد دلوقتي صديقي انزل دلوقتي اذكر الله في تعليق قولي الحمد لله او الله اكبر او سبحان الله او اي تسبيح انت بتحبه منها صديقي اعرف مين صديقنا اللي كمل الحلقة الغاد دلوقتي ومنها بنذكر الله وبناخد حسنات واحنا في شهر م مبارك كل عام وانتم بخير اتمنى تقول الحلقة عجبتكم واتمنى تكونوا عملتولي لايك حلو زيكم وسبسكرايب جميل وكتبتوليكم انتات حلوة كان معكم طرق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته او اتنسى تعمل لايك